اوكي انا ابدا ما توقعت احكي الكلام هذا بس جيف كيلي عمل مؤتمر حلو يا جماعة لأ عم جد مؤتمر حلو ومليان العاب قوية واشياء بتحمس وبهذا الفيديو ان شاء الله رح عطيكم اهم الالعاب اللي تم الاعلان عنا بمؤتمر جيمس كوم 2021 مع انطباعات عامة وسريعة ولو اني رح حاول انجز بقدر المستطاع بما انه كتير منكن عم اشتكي من طول فيديوهات الملخصات بس قبل ما نبلش عندي اعلان بسيط وخفيف هيكي لأحد الاصدقاء اللي فاتح متجر بريميوم كينج اعتقد من اسمه واضح عبارة عن متجر مختص ببيع اشتراكات اليوتيوب بريميوم باسعار جدا مناسبة بحيث بتقدر تتابع كل الفيديوهات على اليوتيوب بدون اي اعلانات مزعجة وبشكل رسمي خصوصا لو كنت من المتابعين هداك اليوتيوبر التافه اللي اسمه عبدالله ريفيوز يا رجل قديش بيحشي فيديوهات واعلانات فيه ثلاث باقات للاشتراك وبمجرد الضغط على اي وحدة منن بتطلع لك تفاصيل الشراء وطريقة التفعيل بتحط بياناتك وبتكمل طلبك وبيخلص خلال 24 ساعة ويلا نبدأ مع المؤتمر اللي افتتحناه مع الكشف الرسمي عن ريبوت سينتس رو تحت مسمة سينتس رو يعني شو متوقع يكون اسمه كلف دوتي مسلا المهم التريلر كان كتير صائع كشف الجيم بلاي السريع اللي عملونا اياه كان ايضا مميز وحلو وفيه الفايب تبع اللعبة والجنون بكل مكان فجأة وبدون مقدمات لقيت حالي متحمس لسينتس رو والحلو انه جاي بوقت كتير قريب بـ 25 فبراير ان شاء الله 2022 بداية قوية جدا للمؤتمر بلعبي عن جد رهيبي واستعراض كتير بجنن ثم كملنا مع الكشف الرسمي عن لعبة ميدنايت سونز بتريلر سينمائي رائع اللعبة هاي عبارة عن RPG تكتيكي بعالم مارفل نظامه بيشبه XCOM او Wasteland تقريبا وقلت تقريبا لاننا ما شفنا اي شي من الجيم بلاي فقط شفنا العرض السينمائي هذا ورح نشوف اول عرض لاسلوب اللعب بتاريخ 1 سبتمبر يعني بعد شي خمسة ايام تقريبا تريلر اللعبي هاي كان احلام العصر يعني شو بدي قولك لعبة مارفل اجت من العدم هيك فجأة يلا لعبي من مارفل في شخصيات كتير ومعرف شو من تطوير 2K نظامه RPG تكتيكي ها وقادمه بمارس 2022 يعني حتى هي تعتبر كتير قريبة فصراحة تريلر عجيب جدا واللعبي كله على بعضها غريبة عجيبة فمنحكي اكتر ان شاء الله عنا لما منشوف الجيم بلاي وحديثا عن الجيم بلاي شفنا عرض اللعب الاول من طور القصة بـ Call of Duty Vanguard ويا رجل شو هادا؟ عرض كتير قوي ومميز مليان ساسبنس يمعلموا اثارة ورعب وسيناريو اسطوري العرض كان قوي كتير لدرجة انو كل الحاضرين بالبث معنا اندمجوا وتحمسوا وما صار في حدي عم يكتب بالشات عرفت الكل متحمس وعم يتفرج الجرافيكس قوي بالتفاصيل كتير حلوي الساونتراك مجنون السيناريو اللي شفناه رهيب كتير هو لو انو سكريبتد للسماء سلج هامر دائما مبدعين باطوار القصة سواء بالـ Advanced Warfare او بالـ World War 2 والان مع الفانغارد وبالمناسبة بالفيديو التعريفي عن لعبتنا ذكرت انو القصة من تطوير ريفن وهاي كانت معلومة خاطئة وباعتذر عليا لانو القصة من تطوير سلج هامر وستوديو ريفن ما له علاقة فيها واستمرارا مع الاعلانات القوية شفنا Halo Infinite نعم عزيز المتابع مايكروسوفت وتسويقها لمؤتمرات غيرها عشق لا ينتهي اعطونا عرض القصة الخاص بطور الـ Online والموسم الاول القادم مع اطلاق اللعبة واللي بشكل رسمي رح تنزل بتاريخ 8 ديسمبر اللي هو شهر 12 ميلادي بطور القصة الاكبر في السلسلة حسب كلامهم وطور الـ Online المجاني بشكل كامل حتى يفوتوا مناسبة اطلاق اللعبة باحتفالية العشرين سنة تبعها بس يلا المهم تطلع لعبة حلوية بالاخير تمنيت يفرجونا عرض جديد من طور القصة مثلا او حتى Gameplay Online تاني بس للأسف شكله لازم نستنى اكتر من هيك لحتى نشوف الامور اللي بدنا نشوفها قبل ما تنزل وبصراحة في شوية اخبار ما بتبشر بالخير ابدا عن Halo مثل اطلاقه الناقص وشوية مشاكل بالتطوير بتخليني متخوف شوي خصوصا مع موعد اصداره اللي عليه علامات استفهام كتير ما منقول غير الله يستر ايضا اعلنوا عن بندل اكس باكس سيريز اكس صايع مستوحة من هيلو وكنترولر الاليت 2 ايضا مستوحة من هيلو بتصميم جيد جدا هدول اتنين هني اللي قادمين باحتفالية العشرين سنة عرفتش لهم؟ اما اللعبة نفسها رح تنزل بعدها بثلت اسابيع بعد اعلنوا عن لعبة اندي اسمها Cult of the Lamb لعبة روغلايك عجيبة غريبة ابتداءا من اسمها انتقالا الى مظهر الغريب وقصتها اللي ما بتعرفش وضعها قادمي بالالفين واثنين وعشرين من نشر Devolver Digital تتذكروا فيديو مبارح لما حكيت عن لعبة Midnight Fight Express وانه كتير عجبتني ايوة عرضوا لتريلر مطول هالمرة وموعد اصدار بالالفين واثنين وعشرين والصدمة يا جماعة انه اللعبة الرهيبة هاي من تطوير شخص واحد فقط نعم شخص واحد فقط صدق او لا تصدق ايضا عطونا نظرة جديدة لأحد الشخصيات من لعبة سلاحف النينجا Shredder's Revenge نظامة Pixel Art 2D Beat Em Up كتير بتشبه Streets of Rage قادمي بالشو ما بعرف والله ما بتذكر ما قالو صاح ما قالو لا ما قالو ايمة قادمي بس قادمي ايضا فرجونا تريلر جديد للعبة Super Monkey Ball Banana Mania اسمه كتير عجيبه بصراحة لعبي اركيدي عائلي شكله كتير خفيفي ولزيزي هيكي وبتنفع كتير انك تلعب مع الاهل والاصحاب رح تنزل لك كل الاجهزة بتاريخ 5 اكتوبر ويسعد للمساها وبما انه هيلو الاصلية كانت موجودة بالمؤتمر فهيلو التقليد هي الاخرها عملة ظهور Split Gate اللعبة المجانية انطلق موسمة صفر حاليا هو صاير مثل Pre Season موسم قبل المواسم عرفتشلو؟ المتوفر الان للجميع ثم بعدها شفنا عرض جديد كتير حلو للعبة Riders Republic اللعبة الرياضية القادمة من Ubisoft واللي شخصيا كتير عاجبتني مع اعلان انه البيتها المفتوحة متوفرة الان للجميع عمفكر جربها بصراحة واعمل لها فيديو او هيكي مثلا بث مباشر شو رأيكم؟ فكرة حلوة وعالرغم انه اي فوتبول للاسف ما كانت موجودة الا انه في لعبة كرة قدم اخرى تم الكشف عنها اسمها UFL قادمي مجانا لكل المنصات لكن لسه بدون موعد اصدار محدد وعلى كلام مطورينا انه نحن جماعة منحب كرة القدم ومنموت عليها وبدنا نعمل لكم لعبة من اللاعبين لللاعبين عرفت شلون وراح يطير عائلكم من روعتها اللعبة حسب التقارير تحت التطوير من الـ 2016 من لما انشأوا الاستوديو الجديد هذا فمنستنى ومنشوف معلم شو مش ان الحقوق صحي يعني انا حابب اسألهم هيكي شو وضع الحقوق باللعبة ها اللعبة واضح ما رح يكون فيه اي نوع من انواع الحقوق والترخيصات كريستيان رونالدو رح يسموه ابو حميد وميسي رح يسموه ابو عبدو والاليان زارينا رح يسموه ملعب الحارة اعرف ايش لا ايضا شفنا اللعبة اللي شخصيا كتير متحمسة لها لعبة اللي رح تلعب فيها بسيناريوهات متنوعة لجميع الافلام التسعة من ستار وورز قادمي بربيع الـ 2022 ويا ربي دخيلك قديش اتأجلت هاللعبة من ربيع الـ 2020 لربيع الـ 2021 لربيع الـ 22 بتحس المطور حالف والله ما بنزله غير بالربيع يعني حتى لو خلصناها بعد انتهاء الربيع بيوم واحد ما منزله لأ منستنى للربيع الجاي لعبة كتير حلوة ومثيرة للاهتمام تبدو للعبة سيرفايفل صح؟ ولو انه العرض تبعة كان ما نواضح كتير سواء بالافكار او حتى بطريقة اللعب والامور هاي بس مبدئيا انا مهتم جدا ايضا شفنا لعبة The Outlast Trials وعرض جديد شخصيا كتير عجبني هاي اللعب رح يكون نظامة كواب عكس الاجزاء السابقة اللي كانت مركزي على التجربة الفردية الشي هذا قد يؤدي اما لفكرة حلوة وفريدي وتجربة مميزة او لجزء محبط ومخيب لكن بلا ما نستبقى لأحداث الشكل اللعبي كتير حلوي بصراحة وقادمي بالـ 2022 ايضا اعلنوا عن لعبي اسمها دوكيف ما بعرف شو اللعب الغريبي هاي وتريلر طويل ما بيخلص يا رجل مع اغني مع اللي مستفزي اكتر من شيلات هجولي بس حط المزيحة جنيه باللعبي كتير عجبتني ملياني افكار ابداعية سواء بطريقة تصميم اللعبي او التوجه الفني تبعه او بالجيم بلاي المجنون واللي مليان تنوع وشغلات هيكي اركيدية خفيفة لطيفة اللعب قادمي ان شاء الله لكل المنصات وبتمنى يكون اداء التقنية احسن من الدروبات اللي شفناها بالعرض هذا جراسيك وولد ايفولوشن 2 هي الاخرى شفناها بتريلر جديد بيستعرض السيميوليشن اكتر وقالوا انه هذا الجزء رح يكون افضل لعبة جراسيك وولد بالتاريخ وكأنه الاجزاء السابقة كانت حلوية اصلا قادمي بتاريخ 9 نوفمبر بنفس اليوم مع لعبة فورزا هورايزن 5 فاريك راي سيكس هي الاخرى شفناها بعرض جديد كليا خلاني كتير فخور عن جدي يا جماعة ما عم بمزح لاني ارسلت ليوبيسافت بخصوص اللعبة وقلتلو يا جماعة ترى مشكلتكن مش بالجرافيكس مشكلتكن بالاضاقة وانه لازم تعدلوها وانصدمت لما شفت التريلر وانه عن جد متحسني كتير الاضاقة بشكل ملحوظ حسيت انه الفيدباك تبعي فادون يعني بشي شغلي هو يسعد لمسايا بس معلين بتحس زبطوا الاضاقة ونزعوا الانيميشن اللعبة كتير متحمسلة بصراحة والعرض هذا تحديدا اظهر لنا جانب سياسي جدا جدا حساس اللعبة واضح انه سياسية على ابعد درجة ومليانة اسقاطات وشخصيا اشتريته بقوية معلم ولا اطيق الانتظار لجربها ايضا شفنا تريلر جديد للعبة بلود هونت لعبة الانلاين في عالم رح تنزل حاليا بالأيرلي اكسس لأي شخص حابب يجربها على ستيم بتاريخ 7 سبتمبر الشهر الجاي بارك بيوند لعبة محاكاة اخرى تم استعراضها بالمؤتمر الجديد فيها هاي انه قادمي فقط للجيل الجديد والبي سي يعني ما رح تنزل للبي اس فور او الاكس بوكس وون جت the far shore وعرض جديد اخر جدا جدا ممل وتأكيد موعد الاصدار رسميا بتاريخ 5 اكتوبر للسوني والبي سي على متجر ايبك ونجأ الان لأحد اهم الاشياء اللي تم استعراضها هون Horizon Forbidden West وتأكيد تأجيلها اللي انا توقعته وتمنيته اصلا بل حتى اجلوها لنفس الوقت اللي توقعته تماما موعد اصدار اللعبة الجديد هو 18 فبراير 2022 وواضح انه بداية السنة رح تكون نارية باصدارات الالعاب New World هي الاخرى كانت موجودة بالتريلر جديد Replaced ايضا كانت موجودة بعرض كتير سريع وخفيف وبنفس الوقت خلاني اتحسبا على مايكروسوفت ومؤتمرهم اللي لطعونا فيه عالفاضة لانه حتى Age of Empires 4 و Crossfire X كانوا موجودين هون بالتريلرات جديدة كليا والعجيب انه Crossfire X لازال مخطط اطلاقه بال 2021 وعم يقولو Coming Soon لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم القينا ايضا نظرة جديدة على لعبة السيفود واحدة بالالعاب اللي حكيت عنها سابقا بخصوص فكرتها وكيف انه متخوف منها شوي تصدر ان شاء الله بـ 22-2-2022 الله شو هالتميز هال 22-22-22 كله اتنينات يا معلي هداك بدي ينزلها بالربيع وهدا بدي ينزلوها 22-22-22 ثم اختتمنا مع لعبة Death Stranding Director's Cut اللي رح تنزل ان شاء الله بـ 24 سبتمبر العرض تبعه كان حلو مليان اضافات جديدة للجيم بلاي خلتني اتطلع هيك وقول بره وين كل هالامور عن النسخة الاصلية يا رجل ليش خليتوني استنى سنتين حتى ااخد تجربة جيم بلاي افضل من لعبتكن بس بصراحة ما عدا ذلك باعتقد Death Stranding Director's Cut هي افضل مدخل لأي شخص بده يجرب اللعبة خصوصا انه رح يلاقي كتير اشياء ممتعة ورهيبة ومسلية ما كانت موجودة بالنسخة الاصلية يعني مش بس اللعب نفسه صار احسن بل حتى في نشاطات اخرى جانبية احلى وبشكل عام وخلاصة الكلام جيف كيلي الجمني يا جماعة وعمل احسن مؤتمر العاب بتاريخه لو ما حسبنا طبعا محافل الجوائز لانه حفل 2019 لحد الان بوجهة نظري هو احسن شي عمله جيف كيلي الشي هذا خلاني روه على تويتر واكتبله تغريدي رسمي عم باركله فيا على هالمؤتمر والنجاح الكبير حتى انه حطل لايك عليا يعني اتصافت النفوس يا جماعة ببشركن والحمد لله جيف كيلي ترى انا ما بكرهك ولا شي يا برو بالعكس انا بدي مصلحتك وبصراحة الانتقادات اللاذعة اللي انتقدنا اياها سابقا آتت ثمارة مؤتمر دسم بصراحة مليان العاب كبيرة وصغيرة شغلات رح تنزل قريبا شغلات رح تنزل بالالفين واثنين وعشرين تحديثات لالعاب متنوعة يعني تشكيلي محترمي من الالعاب وجرعة دسمي للجيمرز حتى تعطيهم شوي التفاؤل بالمستقبل ما بخفي لكم ابدا انه كان فيه اعلانات احبطتني مدة المؤتمر طويلة بساعتين وشوي كان بيقدر يخلص الموضوع كله بساعة ونص بس ما فينا لومه يعني بالنهاية هو مانو سوني او مايكروسوفت هو منتج بده يطلع بمؤتمر حلو فلابد يكون عنده رعاة ومعلنين لحتى يغطوا تكاليف المشروع فطبيعي انه نياخده حيز من المؤتمر فمشان هيك ما رحط عليه بالمرة من هالناحية ولو اني ما بخفي لكم الملل اللي مليناه اثناء متابعة بعض الجزئيات لكن بالمجمل المؤتمر جيد جدا ويا جماعة الـ 2022 بدايته قوية يعني عنا Elden Ring وRainbow Six Extraction وHorizon 2 وSeafood وMidnight Suns وSaint's Row وStray وكتير العاب اخرى اللي تم تأكيدن لمطلع السنة بتمنى بس ما يتأجل منهم شي وهيك رح تكون عن جد انطلاقة قوية للسنة الجاي الله يعطينا وياكم الصحة والعافي ان شاء الله ونشوف مع بعض مؤتمرات اكتر ونلعب شغلات اكتر بالمستقبل ان شاء الله هذا كان ملخص مؤتمر Gamescom 2021 يعطيكم الف عافية عن المشاهد يا جماعة اذا عجبكن الفيديو هذا لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة والنشر بين الاصحاب اكتبوه لتحت بالتعليقات شو اكتر لعبة عجبتكن بهذا المؤتمر وشو تقييمكن للمؤتمر عموما من عشرة يعني بتعطوه 7 من عشرة ولا 8 من عشرة ولا اقل من هيك ولا اكتر نراكم ان شاء الله في قادم الايام وإلى اللقاء